التيران دايما بيتضرب بهم المثل في القوة والاندفاع والخطورة والتهور واكيد شبهت حد قبل كده وقلت ده طايح يمين وشمال وهيك زي التور ولكن يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو دخل تورين مع بعض في معركة وازاي خروف حجمه صغير قدر يقتل بقرة اكبر منه في الحجم وهلا هتنجح المعزة الصغيرة في هزيمة التور الضخم ده ولا لأ كل ده واكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة لو كملتوها للنهاية ولكن قبل ما نبدأ اعملوا اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة وتعالوا بينا مع بعض نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا محمد جابر ويلا بينا نبدأ الخنزير ده كان بيحاول الدخول لمزرعة متربي فيها بعض الخرفين والخروف بيتميز بمدى رؤية واسع جدا بيصل لكل الاتجاهات وعشان كده قدر يلمح الخنزير بمجرد مفكر يقرب من ارضه وطبعا واضح جدا ان الخنزير كان ضيف تقيل وغير مرحب بيه تماما وده اللي خلى الخروف ينطحه بكل قوة لغاية ما خرجه من ارضه خنزير بارد او بصراحة اثناء احدى سراعات زكور الخرفان لاثبات السيطرة احد الخرفان واقف هجومه فجأة وبدأ يبعد عن خصمه للوهلة الاولى ممكن نعتقد انه بينسحب من المعركة ولكن ده مش صحيح تماما الزكر ده كان بيحاول يوفر مسافة كافية عشان يعيد الهجوم بقوة اكبر زكور الخرفان البالغة ممكن يصل وزنهم لتسعين كيلو جرام ولانه جمجمت الخروف بتكون مكونة من طبقتين فاحتمالية تعرضه لارتجاج المخ بعد الاستضام بتكون ضعيفة جدا واحنا طبعا خبطة واحدة من دول ممكن تدخلنا عناية مركزة في رومانيا اجتمع اربع خرفان في مواجهة عجيبة وغريبة كل الخرفان كانت عملة تضرب في بعضها بدون اي سبب وفجأة خرج واحد من المعركة بدربة قوية واتقلب على ظهره وتحولت المعركة واصبحت خرفين ضد خروف واحد الخروف اللي اتضرب بعد ما فاءه وقرر يرجع للمعركة انا بصراحة كنت فاكره ايم ينتقم ورجع ياخد حقه ولكن استغربت لما لقيته راجع يضم اخواته حواليه بكل حنية وبقى اصبح باللي بيحوش في اخناقة وبيحاول يصلح ما بينهم بالزبط دعواتكم ربنا يجمع كل الخرفان المتفرقين في وش كل الحيوانات الظلمة الخروفين الزكور دول كانوا بيرجعوا الورا استعدادا لنطحة قوية ولكن تقريبا النطحة ما زبطتش معاهم قوي في اخر اللحظة قبل استضامهم قلشت النطحة منهم وجات على الفوضي ولكنهم طبعا مش هيستسلموا من اول نطحة رجعوا الورا وخدوا مسافتهم براحتهم ونطحوا بعض من تاني الجدي ده كان فاكر الحصان خصم ينفع ينطحه زي ما بينطح اي زكور في القطيع وكل شوية كان بيوقف على رجليه الخلفية وبيجاهز وقفته عشان ينطح الحصان والحصان ولا هو هنا غالبا الحصان كان بيبصله باستغرابه وبيقول ماله الجدي اللهبل ده المهم ان في النهاية الجدي قرر يهاجم رجلين الحصان وينطحن بقرونه برضه وده الغاية مالحصان زهق منه وقرر يرفوسه ويعرفه مقيمه الخرفان الزكور لما بيتخنقوا تحديدا لإصارة إعجاب الأنسة فممكن يفضلوا ينطحوا في بعض طول اليوم عادي ده حتى في أحيان كتير راسهم ممكن تنزف دمه وبيفضلوا مكملين برضه الخرفين دول أثناء ما كانوا بيتخنقوا وبينطحوا بعض بكل كوة جات عربية قطعت عليهم الخناقة وعدت من وسطهم فهل العربية ممكن تمنعهم يكملوا معركتهم؟ أكيد طبعا لا أحد الخرفين فضل مكمل المعركة عادي ونطح العربية بقرونه وطبعا بهدل الكشاف الأمامي والإكسدام وهو ما حصلوش أي حاجة تقريبا الخروف ما كانش لسه مستوعب إن المعركة خلصت أثناء ما الراجل ده كان واقف بيستضوا في حاله وآخر مزاج جاله خروف من وراه ونطحه ووقعه في المياه الراجل خرج من المياه مبلول ومش فاهم إيه اللي بيحصل وأنا توقعت إنه ممكن ينتقم من الخروف بصراحة ولكنه لما بص في عينين الخروف ولاحظ إن الخروف لسه عاوز يكمل هجوم فما كانش قدامه أي حلول غير إنه يهرب من هجومه فورا النعجة دي أثبتت إن حتى الإناس لازم برضو يتخاف منهم بمجرد ما شافت خنزير قريب منها بنفس المزرع هجمته فورا وقلبته على الأرض وبهدلته تماما وفضلت تنطح فيه باستمرار لغاية ما زنائته في الصور المعدني الغريب إن الخنزير ما كانش بيحاول حتى يدافع عن نفسه وكأنه متأكد إن مفيش أي حاجة هيعملها ممكن تصد هجوم النعجة صاحب الخروف ده دخل للخروف الحظيرة وتقريبا كان عاوز يتسله وكانت النتيجة إن الخروف اتعصب وقرر إنه لازم يعجبه الخروف اخترق الصور الخشبي وكسره وبهدله تماما وخرج من صور المزرعة وطلع للشارع وفضل يدور على الراجل وبمجرد ما شاف الراجل مستخبي جوه عربيته هجم العربية فورا وبهدلهله وهو قاعد جواها وكأنه بيقوله لو راجل اطلع لبرة وطبعا الراجل ما كانش عنده الجرء أنه يخرج برة العربية الخرفان دي بتنتمي الفصيلة بتسمى خرفان ويسن ودي فصيلة حجمها صغير نسبيا وسهل رعايتها بسهولة ولكن لما بتدخل الإناس في الموضوع وبيتعلق الأمر بسيطرة الزكور فكل الزكور الحيوانات سلوكهم واحد الخروف ده تقريبا غريب وكان بيحاول يندمج وسط القطيع ولكن زكور القطيع رفضوا وجوده وهجموه فورا بكل شراسة وبقوا بيبدلوا عليه في الهجمات ومصممين يتردوه برا المكان وده لغاية ما قرر اللي انسحب من قدامهم ونجب حياته المعركة دي حقيقي غريبة من نوعها معزة صغيرة مصممة تتخانئ مع طور أضخم منها بعد عاف المرات والمصيبة أن رغم صغر حجمها ولكنها رفضة تستسلم الطور من الواضح أنه كان بيحاول يتسلى وكل شوية كان بينطحى نطحات خفيفة يمكن تهدى وتسكت ولكن المعزة كتوغضى الموضوع جد قوي ومصممة برضو أنها تهزمه شجعتها تحترم أكيد ولكن لو الطور تخنأ منها يقتلها بسهولة طبعا الغزلان معروفة بأنها حيوانات مسالمة وملهاش في المشاكل وده على الرغم من قرونها القوية وعدمها المقاوم للصدمات الغزالة دي بقى قررت تهاجم طور ضخم بدون أي خوف والغريب عزيز المشاهد أن الطور ما كانش قدر عليها ومش بس كده دي قدرت كمان توقع الطور على الأرض بكل سهولة يعني نقدر نقول أن هيبة الطور ضعت تماما في الهند كان فيه راجل عجوز بيحاول يلعب مع الخروف أو بيتسلى تقريبا وكان كل شوية بيحاول يستفز الخروف وبعدها الخروف بيهجمه بكل غشومية تحس أن كدف الراجل كان بيتخلع حرفيا مع كل هجمة أنا مش فاهم بصراحة إيه الهدف ولا إيه المسل في الموضوع وده خصوصا أن الراجل كان كبير في السن وجسمه مش قوي أو يعني بعض الخرفان دماغها بيكون ناشفة جدا وأقوى من الحجر حتى أنهم ممكن يقدروا يقتلوا حيوانات ضخمة بنطحة واحدة من رأسهم في إحدى المزارع كان فيه خروف بيحاول يقرب من قطيع الأبكار وبمجرد ما البقرة الأمة حاسد بتهديد محتمل من ناحيته وقفت فورا قحاية صد قدام القطيع وقررت تمنع دخول الخروف وسطهم ولكن للأسف الخروف كان أقوى مما تتخيلوا وهجم على البقرة ونطحها في رأسها بكوة وقعت ميتة فورا الله يرحمها بقى كانت شجاعة لآخر لحظة يا ترأي أكتر موقف لفت نظاركم في حلقتنا النهاردة قلولي رأيكم تحت في التعليقات وياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا كان معاكم أخوكم محمد جابر واشوفكم في حلقة جديدة لأسبوع القادم